لم يتغير شيء في مسار المحادثات المنعقدة في الكويت والطريق الذي اعتقد الجميع أنه فتح بعد إعلان المبعوث الأممية لاتفاق على إطار عام للشروع في المحادثات لا يزال طريقا وعيرا وغير صالح للمرور حتى هذه اللحظة بعد بيان من مجلس الأمن وتدخل من أمير الكويت أعلن ولد الشيخ أنه تمكن من تحقيق اختراق يسمح باستئناف المحادثات التي كانت مهددة بالفشل مع استمرار رفض وفد الميليشيا الموفقة على جدوى لأعمال اللقاء ولكنه ظهر في المؤتمر الصحفي يقدم شرحا غير واضح عن الاختراق الذي حققه التقدم الذي انتظره الجميع كان يفترض أن يتحقق على مسار إقرار أجندة المحادثات وشرع في بحثها لكن المبعوث الأممي ظهر متحدثا عما اسمه الإطار العام للمفاوضات وهي صيغة جديدة للرؤية الأممية لحل الأزمة اليمنية على ما يبدو وتشمد الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة بحسب ولد الشيخ لقد عرضت على الأطراف إطارا عاما يجمع محاور عدة تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة تم تصميم هذا الإطار انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانطلاقا مما اتفق عليه في بيل في ديسمبر 2015 لكنها لا تقول شيئا مختلفا عن كيف ستمضي المحادثات القائمة الإطار العام الذي قدمه ولد الشيخ يبدو صيغة فظفظة تتجاوز عقبة النقاط الخمس التي توقفت عندها جورة الكويت وعطلت مسيرة المفاوضات قبل انطلاقها الفعلي والأرجح أن هذا الإطار ذاته سيكون عقبة أخرى عند الدخول في التفاصيل كان من المفترض أن يعقب الاتفاق على هذا الإطار الشرع في المحادثات بين وفدي الحكومة والميليشيا لكن ذلك لم يحدث واكتفى نبعوث الأممي بعقد لقاءات منفردة بالوفدين لبحث العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن ثبت أن ذلك الاختراق الذي تحدث عنه لم يكن اختراقا حقيقيا بل دورانا في ذات الحلقة المفرغة